مياه الفيضانات تتدفق من سد الخوانيق الثلاثة الصيني الذي يعتبر من أذخم السدود في العالم ويضم أكبر مشروع للطاقة الكهرمائية في العالم السلطات المحلية في إقليمي هيبي وهنان أعلنت حالات التوارى ووضعت أكثر من 36 ألف شخص في حالة تأهب واستنفار تحسبا من الفيضانات وفي حصيرة أولية لقي 95 شخصا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة بينهم 12 شخصا في مناطق تقع شمال غرب الصين و37 شخصا في العاصمة بيكين فيما تم إخلاء حوالي 66 ألف شخص من جهة أخرى ضربت الأعاصر عدة مناطق صينية منها منطقة هونج كونج متسببة في إصابة عشرات الأشخاص بجروح وقطع الطرقات ووسائل المواصلات فتقطعت السبل بعشرات ألاف السياح في عدة أقاليم وقد تسببت الأمطار والفيضانات والأعصير حتى الآن بأذرار المدية تقدر بأكثر من عشرة مليارات دولار اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر